المدين اليمنية حركة عمرانية متسارعة وتزداد عداد المباني والعمارات يوميا كنتيجة طبيعية للانتعاش الاقتصادي وكما هو الحال دائما فان كثيرا من المشاكل تصبح ملازمة لهذا التطور العمارات التي تنشأ هنا وهناك لاغراض مختلفة تنشأ مع احتياجات مختلفة أهمها وجود مواقف تلبي احتياجات السكان والمكاتب التجارية والخدمية التي يقصدها العديد من الناس لقضاء مصالحهم كما تشاهدون الوقوف الازدواجي بسبب عدم تواجد احواش بالمراكز التجارية والبيوت الكبيرة فبالضر نحن نرفع السيارات الى اكسام المرور كعبرة العمارات الكبيرة بسبب لنا اختناقات بالشارع الزبيري لانه الشارع ضيق والازدحام كثير ولهذا بيعقل حركة زيادة على اللزوم الوانجات تشوف الا ما تشوف السيارة المخالبة على طول منها ضيقة على الشارع وازدحام السيارة وقد اهتم المشرع بمعالجتها للوانضع فحدد في معايير اصدار ترافيس البناء ان يكون هناك مواقف للمباني بنسبة 20% من مساحة المبنى تخصص كمواقف ومع ذلك فان هناك الكثير من المباني المخالفة للقالون وما تزال تضيف ازمات وتسبب اختناقات مرورية بسبب عدم وجود مواقف للسيارات هذه الامارات بنيت في مواقع رئيسه وبادوار متعددة وبدون مواقف فتم توقيف بعضها فيما سمح لاخرى ولا احد يتري ما سر هذه الانتقائية في تطريق القانون طبعا في البدء ما كان فيش هناك قانون قانون بمعنى انه فيه قانون محدد نسبة مواقف السيارات من الاراضي المسموح لها بالبناء كان فيه تقريبا لاحاة عملت في فترة سابقة ويحدث ب20% يؤخذ 20% من مساحة الارض المراد ترخص لها كمواقف ولم تحدد هذه النسبة اين تكون هل تكون في الارض ام تكون في بيترومات ام تكون في اماكن جارة انما قال يتم خصم 20% توفر من الارضي المراد ترخص لها 20% كمواقف السيارات تم التحايل على الليحة في ذلك الوقت وخصص البدرومات كمواقف السيارات قغل من عدم مطابقتها للمواصفات الدولية لتأهيلها تكون مواقف السيارات لأن تم الاكتمال البناء وتم المبناء موهل تم استخدام البدرومات لاغراض اخرى اما بعد صدور قانون البناء تم ادخال مادة تحدد ما هي المباني التي يجب ان توفر في مواقف السيارات واشارت المادة انه حالة ان المباني التي تزيد التي تزيد ارتفاعاتها عن خمس ادوار او عشر وشقق فان عليها توفير مواقف السيارات في كل الاحوال تعتبر مخالفة للقانون سواء من حيث البناء او من حيث اصدار ترافيس لها وكذلك عدم متابعتها لانها تدل على اهمال جسيم تستوجب محاسبة المسؤولين عنها فهل من حسيب او رقيب لهذه المظاهر غير الحضارية اعزائنا نجد ترحيبكم وكما قلنا زوايا كثيرة في هذا البرنامج وهي تسخر لمناقشة المواضيع المهمة التي تهم الشارع اليمني طبعا معنا عبر الهاتف الاستاذ عايد الشاميري مدير عام مكتب الاشغال بامانة العاصمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله استاذ عايد اهلا بك عبر الهاتف وبالتأكيد لدينا الكثير من التساؤلات حول هذا الموضوع بالتأكيد انت تابعت معنا التقرير المصلت حول هذا الموضوع والسؤال الاول يقول كيف ينظم القانون بناء العمارات وطبعا المواقف الخاصة بالسيارات شكرا جزيلا حقيقة الموضوع دو شقون كثير ونحن في صراع داعم في امانة العاصمة من خلال مكاتبنا العجرة الفروع الموجودة في الامانة دائما ما نشكو من هذا الصراع القائم بينك مكاتب تنفيذية وبين الصحاب المباني والذي يفترض ان يلتزموا بالقانون حقيقة القانون كما اوضح الاخ نائب ان هناك قانون حدد والقانون طبعا صدر مؤخرا 2005 على المواقف المحددة لكل مبناء وهو مواقف عن 5 وهذا حقيقة فيه قصور ايضا بهذه الصيغة لانه اللائحة لم تصدر حتى الان بتوضح ايه الوقوف هل هو ارتداد هل هو موقف خلفي هل هو موقف جانبي هل هو موقف فتشعبت هذه القضايا ونحن في صراع في المديريات عن طريق المكاتب ولم يطبق بحذافيره هذا الكلام نتيجة التقصير الحاصل لانه مدينة 10 مناطق في المديريات ويفترض ان تحمل المديريات مسؤوليتها اقل شيء بالحد الادناء الذي حدده القانون الذي خمسة شقاق يعني عشر شقاق او خمسة ادوار نحن في صراع في هذا الاسبوع عن المباني الذي تقام بدون مواقف ونتعرض الى اشكاليات وفي متابعة دائمة ونتمنى من الجميع ان يتعاون معنا لضبط هذه الاشياء والمساءلة لمقصرين ومصدر التقصير طيب سيد عيض سيد عيض العمارات المخالفة القانون صدر في الفين اعتقد في العام الفين وهناك عمارات مخالفة الفين واثنين وهناك عمارات لا زالت مخالفة حتى اللحظة من الذي صرح لها لو رجعنا على الموضوع انا قلت القانون صدر تقريبا اثنين وخمسة والله حتى التنفيذية لم تحدد حتى الان التفاصيل اليوم اليوم ما زلنا في مشكلة في صباح الباكر لم تحسم موضوعها في امانة العاصمة ولنا حوالي اسبوع نتصارع على السماح لشخص يقوم ببناعة دور السادس بالقوة وهذا موجود ومن امثاله كثير لابد من حسن من قيادة الامانة والجهات الامنية والجهات الضبطية لضبط هذه المواضيع والتعامل معنا ما لم تكون الامور فاشلة مكتب العشغال مكتب تنفيذي يتطلب وقوف جميع الجهات بجانبه لضبط هذه الاشياء بالحد العدناء كما قلنا ونتمنى من الاخ وزير الاشغال العامة والطرق ان يسرع باصدار اللائحة المحددة لقانون البناء لانه قد بدأوا فيها في الوزارة وبذلوا قهد مشكورين ولم يبقى الا اصدارها لكي نكون على بينه وبالتالي اتعمل امانة العاصمة لموضوع الالذام القهات الامنية والبطية وعدم التراحم فيما بيننا ان هذا يسمح له وهذا ما عليش على اساس اللي ينبق مخالف يخالف مثله لابد من امور حاسمة تمنع التماثل مباني مخالفة من فترة طويلة لا يجب ان نتماثل بها للمباني الجديدة اصدر لنا التوقعات ان هذا لا بد ان يعمل مثل عمثاله وهذه اعتقد اشياء غير صحيحة وهيجب ان نوقف كلنا بحزم وبصرامة لمنع مثل هذا والمماثلات تتم بالاشياء الاجابية وليش بالاشياء السلبية استاذ عيد انتم طبعا وقلتم من خلال مكتب الاشغال لمتابعة مثل هذه المخالفات فاين دوركم انتم في تطبيق القانون والزام اصحاب العمائر ومسؤولية المكاتب المديريات في تنفيذ هذا القانون ارجو ان تركزي على كلامي انا اقول لك اليوم الصباح الباكر عمارة وعن طريق اطقم امنية ونتفارع منذ اثابيع على مبنى بجارعة ستين وللعزب الشديد ان يتم ضبطه ويصاله الى المديرية ويتم اطلاقه من المديرية هناك عشر مديريات الاخوة مدرعة المديريات يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم وان يتعاونوا معه مكاتب الاشغال بمجرد ان يربعوا لهم المقارضة ان يتم الضبط هذا بمجرد ان يضبط يتم اخراجه من التوقيف ويتم اخراجه من الجهات الامنية ويتم اخراجه من النهابة بالحكم المماثلة هذا لديه مدنى يجب ان يماثل بالمدنى الذي بجانبه طيب استاذ عايض انا مركزة على كلامك بالضبط لكن سؤالي مدام ما فيش تصريح لهذا العمارة صاحبة مش هيقدر يعمرها كان اظنه ما تعطوش التصريح حشان ما بنيهاش وتتصارع معه بعد من العمال اشتغلوا نحن مسؤولين نحن مسؤولين نحن مسؤولين اذا هناك مبنى مرخص من هذه المباني الادوار المتكررة هذه جميع المباني مخالفة جميع الادوار التي لا تنطفق عليها الشروط مخالفة ولا يوجد لدها اي تطاريح ولم تمنع تصارع من مكاتب الادوار